كيف أنت تتم صيامك هذا وبينك وبين الله سبحانه وتعالى ربما أنت تظاهر الصيام من أجل الناس يروك أنت تقوم بالصيام وفي الباكع أنت لا تسو لكن تبع الناس الذين مخلصين في الدين والذين يتمنون خير الجزاء من الله سبحانه وتعالى ويسومون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنبه إذن لا تغامر يا آخ الكريم ورمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته